السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالتمارين توليفية مرجع فضاء النشاط العلمي للسنة السادسة من التعليم الابتدائي السؤال الأول مختلف أجهزة جسم الإنسان يمتلوا الرسم مختلفة أجهزة جسم الإنسان كالجهاز الهضمي كالجهاز البولي كالجهاز التنفسي كالجهاز الدوراني كالجهاز العصابي أعين الجهاز الذي يتحكم في مختلف أجهزة الجسم بلإسم واللون هاد الأجهزة كلهم يتحكم فيهم الجهاز العصابي إذن بالنسبة للجهاز العصابي هو الذي يتحكم في جميع الأجهزة الجهاز العصابي إذن الجهاز العصابي ممتل في الرسم باللون الأخضر إذن اللحظوا معي عندنا الدماغ عندنا النخاع الشوكي الأعصاب اللي كانت تنتشر في جميع أنحاء الجسم لأن الجهاز العصابي فهو مكون من الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب لنخاع الشوكي ممتل باللون الأخضر إذن في الرسم لدينا اللون الأخضر بائم أبين كيف يمكن المحافظة على هذا الجهاز لكي يقوم بدوره يعني شنا هما؟ الأشياء اللي ممكن أننا نقوم بها باش أننا نحافظه على هذا الجسم يعني من الدرار ومن المخاطر اللي ممكن أنها تشكل خطورة على الجهاز العصابي إذن باء إذن باء بالنسبة للأجوبة إذن تجنب العوامل المضرة به تجنب العوامل المضرة به به إذن مثل إذن به مثل التدخين إذن عدنا التدخين مخصناش نضخنه الضجيج الضجيج الضوضاء التوتر المخدرات ثم اعتماد إذن نمط غذائي متوازن نمط نمط غذائي متوازن ممارسة الرياضة إلى آخر إذن جميع الأشياء التي نتحافظ على الجهاز العصابي غذائي غذائي نمط 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 par exemple donc l'agustation la sensibilité l'agustation 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 donc l'agustation l'oreille le hodun donc les excitants les bruits les sang donc on dirait l'assoirat les sang donc l'audition l'audition finalement la peau la peau la peau les excitants qui n'ont pas donc l'agustation le berri la froid la chaleur chaleur donc doulure l'alème doulure d'art pression donc la l'agustation l'agustation نحو النخاع الشوكي لأنه هنا عندنا الإنعكاس نحن نعرفه بأن الإنعكاس فالمركز العصابي المسؤول عليه هو النخاع الشوكي لامويل إبينيا إذن النخاع الشوكي النخاع الشوكي فهذه السيالة الحسية تحولها السيالة حركية تنقل عبر الأعصاب الحركية أعصاب حركية العضلة للدور ديالها مستجيب حركي تنفيذ الحركة السؤال الرابع لاحظت أم أسامة منذ فترة أن ولدها أصبح شاحب اللون ولم يعد يلعب كالسابق وصار فاقدا للشهية فاصطحبته عند الطبيب الذي فحصه وطلب إجراء تحليل للدم ونصح الأم أن توفر له أغذية متنوعة غنية بالحديد والفيتاميني والفيتاميني بالدوس والسي هنا أعراض المرض الذي أصاب إذا أسامة أكيد فإذا لاحظت هاد الأعراض هادو ديال ديال الأنيميا دونك ألف بالنسبة الأعراض فهي شنو شنو يعني شحوب شحوب اللون شحوب اللون ولاحظت شنو آخر فقدان الشهية ومبقىش كلاب إذن أقول لها خامل فقدان الشهية والخمول هادو هما الأعراض اللي لاحظت الخمول إذن هادو هما الأعراض بالنسبة سؤال أفترض المرض الذي يشكو منه أسامة إذن أكيد المرض إذن الأنيميا إذن بالنسبة للمرض الأنيميا إذن المرض الذي يشكو منه أسامة هو الأنيميا المرض الذي يشكو منه أسامة هو الأنيميا لاش هادو هما الأعراض الأنيميا وبما أن الطبيب نصح له أغذية توفير حديد الفيتامين بدوز الفيتامين السيد كرة الأنيميا إذن أبين لماذا نصح الطبيب أم أسامة بأن توفر له غذاء أنا غنيين بالحديد والفيتامين بجوز واسي لأن الطبيب لأن الطبيب عرف نوع مرض أسامة من خلال التشخيص من خلال التشخيص إذن التشخيص كنهضروا على هادوك الأعراض اللي غتكون بصفات للأم والتحاليل الدم ونتائج تحاليل الدم فأكيد ما غديش يعطي تختمو حتى يشوف النتائج دي لتحليل الدم ونتائج تحليل الدم وبما أنه أعطاه تختمو ديال الناس اللي مصابين بالأنيميا وهالتختمو اللي هو صوي بازع لأغذية متنوعة اللي كتكون غانية بالحديد والفيتامين بي دوز والسي إذن فهو مصاب بالأنيميا إذن هذي هما الأجوبة ديال السؤال الرابع غنمرو الأوظف نهج تقصي أصيبة تيتريت بشلال في رجلها اليسرى بعد حادثة سير تعرضت لها للتحديد ما وقع لها قام الطبيب المعالج بإنجاز فحوصات متنوعة منها وخز الرجل اليسرى لتيتريت بدبوس فأحس تيتريت بالألم ضرب الوتر الضغسية للرجل اليسرى بمطرقة فلم تتحرك الساق اليسرى إلى الأمام صور النخاع الشوكي لتيتريت بالأشعة السينية فتبين له أنه سليم في ضوء الفحوصات التي قام بها الطبيب أحدد سبب في شلال الرجل اليسرى لتيتريت إذن بالنسبة للسؤال التقصي إذن ما هو سبب شلال تيتريت إذن هذا وسل السؤال بشلال في رجلها اليسرى إذن رجلها اليسرى ستقدر أنها تحركها إذن نكتب سؤال التقصي إذن سؤال التقصي سنكتب سؤال التقصي ما سبب شلال رجلي تيتريت إذن شنو هو السبب اللي خلى الرجل ديال تيتريت يعني يتصاب عني بشلال بالنسبة للفرديات فرديات ممكن أننا نقوله مثلا أعتقد أن إذن أعتقد أن الرجل أصيبت بكسر أن الرجل أصيبت بكسر تهرسات لها الرجل ديالها بكسر ممكن أننا نقوله أعتقد أن نخاع نخاعها الشوكي تضرر نخاعها الشوكي تضرر نتيجة الحادثة تضرر تضرر نتيجة الحادثة ممكن أننا نقوله يعني جميع الفرديات مثلا يعني أي فرديات تحت في البلدية لنا ممكن أن نديرها لأن المناقشة ديال الفرديات تختير الأنسب والتحقق من الفرديات تتم عبر الفحوصات التي قام بها الطبيب المعالج إذن هنا تحقق من الفرديات التحقق من الفرديات من الفرديات هنا باش غادي نتحقق من الفحوصات إذن الفحوصات هي اللي غادي تعطينا الإجابة الصحيحة الفحوصات التي قام بها الطبيب إذن ألف شنو دار الطبيب بالنسبة لألف فهو شدرجل دياله اليسرى وقاسها بوحد الدبوس فأحسد تترت بالآلم هذا شنو تيقول لنا تيقول لنا بأن عضو الحس لهو الجلد بالنسبة ل يعني الحالة ديالنا هنا يعني سليم والمخ سليم أيضا إذن ألف غادي نقوله عضو الحس سليم عضو الحس سليم والمخ سليم أيضا سليم أيضا إذن هذه بالنسبة التجربة اللي دار هو فألف هالنتيجة ديالها عضو الحس سليم والمخ سليم أيضا شنو دار في با ضرب الوطر الضغسي للرجل اليسرى بمترقى فلم تتحرك الساق اليسرى إلى الأمام هنا يعني ما تحركتش الرجل إلى الأمام هذا كي يبين أن العصب ديال الرجل اليسرى متضرر إذن هنا كنقوله بأن عصب النتيجة بأن عصب الرجل بما أنها ما دارتش الحراكة اللي إنعكاسية ديالها يعني نتيجة الدرب إذن فعصب الرجل اليسرى متضرر متضرر إذن صورا النخاع الشوكي اللي تترتب الأشياء السينية إذن دار لي هاليكو النخاع الشوكي ديالها فبن أنه سليم يعني ما كانت شي مشكل إذن في ضوء الفحوصات أحدد السبب إذن بما أن النخاع الشوكي سليم إذن جيم هنا بعد ما صورنا النخاع الشوكي بالأشياء السينية فهو سليم إذن النتيجة النخاع الشوكي سليم إذن إذن غدي ندروا الاستنتاج على ضوء هاد النتائج اللي خرجنا بهم الاستنتاج أن الشلل الشلل ناتج عن ماذا عن تضرر ناتج عن تضرر العصب ناتج عن تضرر اللي ممكن يكون القطع ديال عذاك العصب تضرر عصب الرجل اليسرى المسؤول إذن هاد العصب هو المسؤول عن نقل السويالة العصبية إلى المركز العصبي اللي هي العضلة العضلة ديال الرجل المسؤولة عن الحركة المسؤول عن نقل السويالة العصبية من المركز العصبي من المركز اللي هو النخاع الشوكي المركز العصبي الى العضلة الى العضلة الى العضلة هنا يمس كل يد الرجل الى هذا هما الاجوبة الخاصة نهج التقصية عندنا سؤال التقصية عندنا الفرديات عندنا التحقق من الفرديات وعندنا الاستنتاج او الخلاصة الى هنا ينتهي هذا الفيديو معاعدنا تجدد ان شاء الله مع الفيديو قادم دائما على نفس القناة الى اللقاء اشتركوا في القناة